من برازافيلة الكونغولية انطلقت أولى الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المصالحة بين الليبيين برعاية الاتحاد الافريقي على أمل إيجاد تسويات نهائية للقضايا الخلافية بين الفرقاء الليبيين بعد سنوات من التجيل افتتحت أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامعي للمصالحة الليبية في الكونغو على أن تعقد اجتماعاتها الدورية في ليبيا خلال المرحلة المقبلة أعلن انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية التي ستلتعي مجتماعاتها الدورية في ليبيا خلال الفترة القادمة المجلس الرئاسي الذي حضر الاجتماعات التحضيرية رافع لتفعيل المصالحة وفق تصور ليبي ليبي داعياً أعضاء لجنة التحضيرية للمؤتمر الجامعي لتقديم مقترحات تضمن تنظيم ما وصفه بالحدث الوطني في ليبيا رئيس بعثات الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالباتيلي الذي سجل حضوره خلال الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية بالتقانية التواصل المرئي عن بعد أكد دعم الهيئة الأممية لأي مبادرة تعيد الاستقرار إلى ليبيا الأمم المتحدة تدعم بصفة مطلقة كل المبادرات في هذا الاتجاه وكافة الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار الدائم وإعادة بناء هذا البلد الكبير والجميل طبعاً المهمة عسيرة وتحتاج لكثير من الصبر الاتحاد الإفريقي قوي بالخبرة الثارية والتجربة المتعددة للشعوب الإفريقية فيما يخص مصارات المصالحة في سياق حالة الانقسام الداخلي يشكل انعقده لاجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الليبية حدثاً مهماً من شأنه أن يحرك الجمود السائدة على مصارات تسوية الأزمة الليبية